اشتركوا في القناة تلميذ التلميذات المستوى الرابع ابتدائي مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة اللغة العربية هذه المرة سنقوم بإنجاز حصة التعبير الكتابي التوسيع الجزء الأول إذن أول مرحلة هي مشاهدة الصورتين معنى التوسيع هي أننا سنلاحظ هاتين الصورتين ونتوسع في اختيار أحد المواضيع نعم المتعلقة بالصورة الأولى أو الصورة الثانية إذن السؤال أتأمل الصورتين وأدون ما ألاحظه فيهما إذن سنلاحظ الصورة الأولى وبعد ذلك نلاحظ الصورة الثانية في ملاحظتنا للصورة الأولى سندون ونصف هذه الصورة ما نشاهده داخل الصورة نقوم بتدوينه كذلك نلاحظ الصورة الثانية كذلك ندون المعلومات المتعلقة بهذه الصورة ثم بعد ذلك نمر إلى قراءة هذا الموضوع أقرأ الموضوع وأتوسع بوصف إحدى الفرقتين الموسيقية وأدائها وأجواء الحفلات إذن هنا المرحلة الثانية سأختار موضوعا من أحد المواضع المتعلقة بالصورتين سأختار الموضوع المتعلق بالصورة الرقم واحد أو الموضوع المتعلق بالصورة الرقم اثنان بعدما نصف ما نشاهده في الصورة الأولى وكذلك نصف ما نشاهده في الصورة الثانية إذن هنا نختار إما موضوع الصورة الأولى أو موضوع الصورة الثانية الموضوع ما هو حضرت يوما ما صحبة بعض أصدقائي حفلة موسيقية فأعجبت بأداء الفرقة وأجواء الحفلة لقد كانت حفلة رائعة إذن هنا أنت حضرت حفلة موسيقية متعلقة بالفرقة الأولى أو متعلقة بالفرقة الثانية إذن ستختار انطلاقا من هذا الموضوع بعد ذلك تنجز تخطيطا إذن عندما نريد أن نكتوب في أحد المواضيع إما الموضوع متعلق بالصورة الأولى أو الموضوع المتعلق بالصورة الثانية نعم سننجز تخطيطا نراعي فيه هذه الموصوفات نعم لدينا هنا جدول هذا عبارة عن تخطيط إذن أضع في الخانة الثانية تعابر وصفة مناسبة للموصوفات الموصوفات هي أعضاء الفرقة نعم هنا أعضاء الفرقة كيف تبدو لكم أعضاء الفرقة نعم سوف نصفها ثم الآلات الموسيقية الآلات الموسيقية التي يستعملها أعضاء الفرقة سواء الفرقة الصورة الأولى أو الفرقة في الصورة الثانية كذلك الجمهور نعم تصف الجمهور كيف كان رد فعل الجمهور وهل أعجب بالحفل أم لا إلى آخره ثم تصف كذلك الحفلة إذن هذا عبارة عن تخطيط صغير نعم لكتابة المسودة المتعلقة بالصورة الأولى أو الصورة الثانية إذن بعد ذلك تمرنا إلى كتابة المسودة أكتب فقرتين من سبعة أسطر إلى عشرة أتوسع فيهما في وصف الفرقة الموسيقية وأجواء الحفلة استعملوا التعابر التي أنتجتها في مرحلة تخطيط هذه الموصفات أو الصفات الوصف الذي أنجزته أو الوصف الذي أنجزته لأعضاء الفرقة والآلات الموسيقية والجمهور والخانة هذه تعتبر مسودة من فقرتين من سبعة إلى عشرة أسطر استستعينوا بالتوضيحات الآتية إذن أستعمل التعابر التي أنتجتها في مرحلة التخطيط نعم مرحلة التخطيط وأوظف ما تعلمته خلال الدروس السابقة نعم كذلك يستستعينون بهذه التعابر وبهذه الأفكار لباس أعضاء الفرقة وأدواتهم الموسيقية كيف يبدو لباس أعضاء الفرقة هنا في الصورة الأولى أو الصورة الثانية إن اخترت الصورة الثانية كذلك لدينا جمهور كيف يبدو الجمهور هل هو جمهور عريض نعم تصف مثلا الجمهور العريض والكثير مرافقة الحاضرين أحيانا للموسيقيين بأصواتهم بالتصفيق لذلك كيف كان رد فعل الجمهور وهو يتفاعل مع أعضاء الفرقة الفرقة الأولى أو الفرقة الثانية شعور خلال حضور هذه الحفلة وتعبر عن شعورك نعم من خلال حضورك لهذه الحفلة سواء الحفل الذي أحيته الفرقة الصورة رقم واحد أو الفرقة الصورة رقم جوج إذن أنت تختار ما بين كتابة موضوع أو مسودة للصورة رقم واحد أو للصورة رقم اثنان إذن لأجل هذا أنا حاولت أن أعطيها نموذجا كذلك لكتابة في الموضوع الأول أو الفرقة رقم واحد أو الفرقة رقم جوج التوسيع نعم من جزء الأول أتأمل الصورتين وأدون ما ألاحظه فيهما إذن من خلال الصورتين نعم الصورة رقم واحد والصورة رقم جوج نعم سوف نصف مكونات الصورتين إذن بالنسبة للصورة الأولى لاحظوا معي الصورة الأولى نلاحظ في الصورة مجموعة موسيقية يؤدون رقصة فلكلورية شعبية إذن هنا يتعلق الأمر برقصة شعبية فلكلورية تحييها فرقة سنتعرف هذه الفرقة يرتدون جلابيب نعم يرتدون جلابيب ويضعون فوق رؤوسهم عمامات يتقدمهم رئيس الفرقة لاحظوا معي رئيس الفرقة يتقدمهم رئيس الفرقة مرتديا جلبابا أزرق وعماما بيضع نعم يرتدون بلغات صفراء كذلك يبدو من الصورة أن الفرقة الموسيقية لن يبدو من الصورة أن الفرقة الموسيقية تؤدي هذا العرض الموسيقي في الهواء الطلق هذه كملاحظة أولية للصورة الأولى بالنسبة للصورة الثانية ماذا لدينا؟ نلاحظ في الصورة فرقة موسيقية أندلسية إذن هنا يتضح بأن هذه الفرقة فرقة أندلسية تؤدي نعم أناشيد وتؤدي غناء أندلسي نعم أعضاء الفرقة يمسكون آلات طربية مثل الكمان والعود وآلات أخرى إذن نعم لديهم آلات موسيقية كالعود والكمان إلى آخرين يبدو كذلك أن هذه الفرقة الأندلسية تؤدي عرضا موسيقيا أندلسيا رائعا داخل فضاء مغلق إذن هنا عكس الفرقة الأولى في الفضاء الطلق يعني في الهواء الطلق أما هذه الفرقة فتؤدي العرض الموسيقي داخل فضاء مغلق يتجلى في رياض نعم هنا يتميز هنا هو عبارة عن رياض يتميز بنقوشه وزخرفته الجميلة إذن هذه ملاحظة أولية ووصف أولي للصورة الأولى الثمثة الصورة الثانية الآن لدينا نص الموضوع نعم سبق وأن قرأته عليكم حضرت يوما ما صحبة بعض أصدقائي حفلة موسيقية نعم فأعجبت بأداء الفرقة وأجواء الحفلة لقد كانت حفلة رائعة إذن بالنسبة للصورة الأولى كما تلاحظون الصورة الأولى نعم الفرقة الموسيقية هي الفولكلور الشعبي وهي رقصة عبيدات الرمى إذن هذه فرقة عبيدات الرمى كما تلاحظون هنا رقصة عبيدات الرمى أما الصورة الثانية هي فرقة الموسيقية الأندلسية فرقة موسيقية أندلسية الموصفات كذلك هنا ستصفون أعداء الفرقة يعني فرقة عبيدة الرما ورقصة الرما الآلات الموسيقية الجمهور كيف كان تفاعل الجمهور مع الحفل ثم الحفلة أجواء الحفلة وشعرك خلال حضور هذه الحفلة هنا فرقة عبيدة الرما ورقصة الرما وكذلك الفرقة الفرقة الأندلسية إن كان الأمر يتعلق بالصورة الثانية الفرقة الأندلسية إذن هذه الموصفات التي ستعتمدها في كتابة المسودة الآن نمر إلى كتابة المسودة الخاصة بكل فرقة موسيقية إذن بالنسبة للمسودة نعم المسودة رقم واحد المتعلقة بالصورة رقم واحد وهي فرقة عبيدة الرما إذن سنحاول أن نحترم نعم الموصفات التي نعم جاءت في مرحلة التخطيط هنا لدينا مرحلة التخطيط سوف نحترم هذه الموصفات كذلك أنتم تحترمون الموصفات نعم لكتابة المسودة إذن بالنسبة لفرقة عبيدة الرما نقول حضرت رفقة أصدقائي حفلة موسيقية أحيتها فرقة عبيدة الرما الشعبية كان الجو صيفا حيث تكثر الحفلات والأعلاس والمهرجانات الموسيقية من بينها الحفل الموسيقي الشعبي الذي برع فيه أعضاء فرقة عبيدة الرما هنا نسطر نعم على فرقة عبيدة الرما لأنها تتعلق بالصورة الأولى اصطف أعضاء الرما وهم أعضاء فرقة بيدة الرما بلباسهم التقليدي الجميل الذي زاد الفرقة فرجة وبهجة والمتمثل في الجلباب المغربي العصي والبلغادات اللون أصفر كما تلاحظون في الصورة كما وضعوا فوق رؤوسهم عمائم صفراء وبرتقالية جميلة نعم يتوسط الفرقة الرئيس والمسير للفرقة نعم إنه منظم الفرقة ونظم شعرها هو الذي ينظم الشعر نعم وباقي أعضاء الفرقة يرددون وراءه الذي كان يتمايل هنا وهناك مرددا عبارات من الرماء نالت إعجاب واستحسانة الجمهور الحاضر ما إن بدأت تمتزج الرقصات بإيقاعة الدفوف نعم هم يستعملون الدفوف وكلمات من فن الرماء حتى اكتضى المكان بالجمهور وبدأ يردد مع مقدم الفرقة ويرقص إعجابا وتأطرا بهذا الفن التراثي الرقص إذن هذه كانت مسودة نعم للصورة الأولى أو الموضوع الأول متعلق بفرقة بذات الرماء نمر الآن إلى المسودة رقم 2 نعم وهي المتعلقة بالفرقة الموسيقية الأندلسية نعم هنا الفرقة الموسيقية الأندلسية نقول حضرت رفقة صديقي حفلا موسيقيا أقول حضرت رفقة صديقي حفلا موسيقيا نعم موسيقيا إذن هذه مسودة فقط موسيقيا أحيته إحدى الفرق الموسيقية الأندلسية المشهورة نعم كان المكان رائعا نعم كان المكان رائعا النقوش والزليج والفسيفس أزادته رونقا وجمالا إنه رياض من رياضات مدننا العتيقة كان حضور الجمهور قويا حيث جلسنا ننصت إلى هذا اللون المرموق من العزف والإنشاد معا امتزجت إيقاعة آلة العود وآلة الكمان بالنصوص الشعرية والموشحات لتعطي بناء متكاملا ومنظما من الإقاعات جعلنا نستمتع ونتضوق هذا اللون الراقي من الموسيقى العريقة جلس أعضاء الفرقة الموسيقية بانتظام ونظام يراعي أشكال ولون الآلات الموسيقية فعازف الآلات العود في جهة وعازف آلات الكمان في جهة الأخرى وما زاد أعضاء الفرقة هيبة ووقار الجلباب المغربي الأبيض والبلغ الصفراء إضافة إلى الطربوش الموحد فوق رؤوسهم استمتع الجمهور ودندن مع أعضاء الفرقة الأندلوسية عبارات شعرية وزجلية مستمدة من التراث المغربي الأصيل إذن هذه كانت المسودة رقم إثنان نعم في الحصة المقبلة من التوسيع الجزء الثاني سنحاول نعم أن نكتب المسودة النهائية نعم في المسودة النهائية نكتبها في التوسيع الجزء الثاني إذن هذه كانت مسودة رقم واحد نعم مسودة رقم واحد متعلقة بفرقة عبيدة الرماء أو الصورة الأولى ثم المسودة رقم اثنان متعلقة بالفرقة الأندلوسية في الصورة رقم اثنان أضرب لكم موعدا في الحصة المقبلة بحول الله هدمتم في حفظ الله ورعايته وإلى المتقل ترجمة نانسي قنقر